موسيقى 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 السلام عليكم وتحكي طيبور كل اخوة والاخوة المتتبعين مرحبا بكم عيام جديد في هذا الفيديو جيت نتكلم على المظاهرات اللي وقعت في مدينة الفنيدق واللي خرجوا واحد العدد كبير من المواطنين ديالك المدينة انهم يتدهروا بالليل والسبب الحقيقي وراء هذه المظاهرة لان حتى الصحف الاسبانية اللي اكتبت على هذه المظاهرات وقالت بان الصبر الحقيقي من هذه المظاهرات هو ان المغاربة كيطالبوا فتح الحدود سبتة امليليا بينما السبب الحقيقي هو حاجة اخرى يعني اغلاق الحدود هو اللي يسبب هاد شي اللي غادي ينضروا عليه ده المظاهرات شفتوها اه واقي لكم من بيكم كنظون بالنسبة الناس المعرفين اشتنخلكم احد المقطع سور تشوفوه يعني كما كتشوفو ده قصر كما شفتو يعني اه الناس خرجها كتغوت بالليل وقد تظهر يعني في الساعة بالليل. اه الصفحة اه الرسمية اللي كنا في فيسبوك الفنيدة كتأكد ان السبب الحقيقي وراء هاد المظاهرات هذي ماشي هو فقط يعني اغلق الحدود يعني اغلاق الحدود هو ادان هادشي اللي واقع يعني شركة امانديس اللي هي شركة ديال الماء والدول اللي هنا في المغرب يعني قررت انها غد تقطع الماء والدول عن سكان ديال ديالذي المنطقة هذيك حيث ما اقدرش انه يخلصوا الفاكتورات ديال الماء والدول. تخيلوا معايا يعني فهد دار في اللي احنا كنعيش شو دبا يعني اغلاق الحدود تسبب واحد الازمة واحد الازمة يعني كارثية واحد العدد كبير دي الناس. كما كان عارفون سكان دي الكم انطقة هذي كان المصدر العيش الرئيسي كان عندهم هو التهريب. فبعد اغلاق يعني الحدود دي السبتاء فالناس ملقاوا ما يديره. ما كناش يعني مثلا البديل نقوله مصانع او لا يعني بديل ان كين الناس فين يتحركوا. لا. كان المصدر الحقيقي والرئيسي اللي عندنا سادوك هو المعبر دي السبتاء والتهريب طبعا الحال. فهذا الشي اللي يخرج للناس انهم نضي غوته. نضي غوته. لماذا? حيث امانديس الشركة دي للموت ده وبغا تقطع لهم الموت ده. يعني بغا تخلي مواطنين بلا ماء بلا ده حيث انهم مخدوش يخلصوا الفكتورات بسبب انهم مخداميش طبعا ده معروفة المسألة. فالقرار ان اللي جامعا الشركة اللي كيقول بان السيماناجية غادي يقطع لهم الموت ده. الحكومة المغربية الدولة بصفة عامة يعني اه اغلاق ديها لسبدة. واللمليليا للحدود المعبارين. الدولة من حقة تخوض هذا القرار هذا. من حقة تغلق الحدود هذا. من حقة تحميل اقتصاد للبلاد. من حقة تحميل اقتصاد للبلاد من التهريب. ودي بسألة كانت تافقوا فيها كاملين. انا المواطن المغربي اللي كانت يخدم التهريب. وخاء ان سدعوا اليوم ديك الباب. فالمواطن مخصوص يحتاج لان الدولة تحميل قصاد ديها. متافقين كاملين مسألة. هدي احنا بغينا ان قصاد دي البلاد يتنمى ويتقوى ويكون عنده اكتر نجاعة. يعني في من اللي هو عليه دابا. فدائما وابدا مني كان نغلقوا واحد الباب. خصونا نفتحوا واحد الباب اخرى. دابا في هاد الظرفية الحالية مثلا. اغلقنا سبتهم ليليا. والناس كيقول لك الباديل. الباديل غادي تقول للحكومة مثلا. اه دابا الباديل ما كيكوش بليلونهار. اه صعيب دابا الظرفية الحالية. احنا كنعشوف كورونا ما ما شي قديų دولا بعدو غادي جيبول هاد الناس الباديل غاده غده نحطوو له شركة. كنüyorsunعوهم احطوهم كنجيبوا استثمارات. طب بعد الحال هاد الشي هذا ما غاديشكون بليله انهار. يعني الله كان واحد المخطط عن الحكومة انه غادي يكون واحد الباديل او لواحد استثمار اللي عيكون كبير في هذه المنطقة هذي. اللي غاينمي المنطقة ويقويها وغيخلي الناس انهم يشغلوا. يعني فلا في في الاقتصاد ديالهم ينمي واقتصاد ديالهم ويحاولوا انهم يتوجه انهم يخدموا في بلادهم هاتشي هذا ما غايكونش بين 24 ساعة ما غايكونش الحال ده بالناس كتعيش من دك الشي هذا اذا شنو كان خاص يدار يعني في هاتل طرف الحالية اللي احنا كنعيشه كان خاص يدار واحد للمكتب دي الرعاية الاجتماعية اي دولة سيف عام ما احنا كنشوف هنا في اوروبا مثلا في سيف عام وخات دول فقيرة مثلا بحالة اسبانيا ولا البرتغال ولا الدول الفقيرة اللي في اسبانيا ولا احتيار ايطاليا ولا يعني عند مكاتب دي الرعاية الاجتماعية لاش مخصوصين هاد المكاتب هادو هاد المكاتب هادو للناس المستضعفين لما قادرينش يخدموا لما قادرينش يخلصوا الفكتورات ديالهم بما اوضوا لما قادرينش يخلصوا كرا لما قادرينش يعني يصيروا المصارف ديالهم هاد الناس هادو كيمشيوا تشكوا في المكاتب دي الرعاية الاجتماعية والمكاتب دي الرعاية الاجتماعية كتتسجب لهم طالبات دي لهم كتشوف لهم الوضعية كتتأكد من الوضعية المادية دي لهم ويعني ديك شي اللي قالوا فعلا بصح وكتخل إزراءات وشن هي هذه إزراءات يعني كتقدم مساعدة مادية للأسر المستضعفة منها يعني المكلة منها الفلوس منها كيخلصوا لهم واحد نسبة في الكلاة منها منها يعني كيحاولوا ما أمكان أنهم يا ديك العائلات يعني يخليهم يحقولهم واحد العيش الكريم وهاتش احنا كننشو حنا في اسبانيا وخدولة فقيرة يعني في أوروبا كينا مكتب دي الرعاية الاجتماعية اللي كيعطين للناس الفلوس اللي ما قادرينش يخلصوا الموضع يعني واحد الوقت إلما قديش يخلصوا الموضع كتجيك الفكتورة كتديها الاسستانسيا السوسية كنقولوا لحنا يا إسبانيا كاتمشي كيعطوك الفلوس باش تخلص الفكتورة دي الموضع إلما عندك شي فين تسكون وكنتي غادي تسكون في الزنقة كيحاولوا أنك شي المكتب كتشكي عليهم وكيحاولوا إلقوا لك حال يعني كيف ما كان الحال كين واحد المكتب دي الرعاية الاجتماعية اللي كيهتم بالناس المتصدعفين في جميل حالها سواء تعلاق الأمر بالسكن الماكل يعني الكل شي يعني حتى المكتب دي كما ننصموه هنا كاتمشي كاتتسجن عندهم وكل خمستاس ريوم كتجيك تأخذ القفة ديلك بالترخيطة بحالي كتشرم السوبر يعني كتدي يعني التقضياء دي الخمستاسر يوم باش تكون انت وليداتك أباردك شي هذا يعطيك واحد المبلغ مادي اللي كتصير به الأمور ديك طب بعد الحال ما غديش يبرعوك ولكن على الأقل يعني كيعتقوك هاتش هذا ما كنلمسوش بلدنا حنا بلدنا ماعدناش واحد المكتب دي الرعاية الاجتماعية حنا ماعدناش حنا اللي عنده العاقة عايش اللي ما عندهوش ما يعيش حنا متفقين أن الدولة تحمي الحدود دي لها وأنها يعني تنمي الاقتصاد دي لها وتسد البيبانات يعني لك الدولة عندهش إجراءات مع إسبانيا مثلا أصلا هاد الغلق هاده بالطريقة هذي يعني جاء بيزار أن مثلا واحد الحاجة حي التغريب واحد الحاجة أن الناس كانوا خدامين في سبتة مثلا أو لا في مليليا يعني الناس كانوا كيدخلوا يخرجوا الخدمة هادوك خدامين ما عندهم علش أنهم يوقفوا لأنهم يخدموا يستفدوا يعني كيجيبوا العملاء للمغرب يتخيل واحد مثلا كيعش في سبتة تيتوار كيخدم في سبتة أو للناس اللي كيخدموا يعيشوا في الناظر خدامين في مليليا كيدخلوه كيدخدموا مثلا في الشهر يعني 800 أورو 700 أورو 1000 أورو كيخدم من يتخلص كيجيبها للبلاد يعني كي نمي الاقتصاد دي لبلاد هو كيساهم في الاقتصاد دي لبلاد واحد الحاجة أن يمنع التهريب واحد الحاجة أن ينصد لا على المهربين ولا على العابرين ولا الخدامين ولا على كل شي جميع الناس صفة عامة حتي يقول لي الطائح كتر من نايد الناس كتعاني معاناة حقيقية الناس اللي كيبيعوا حويجهم باش ييقلوا الناس اللي لو يعني تأزموا وحد التأزم نفسي كبير لأن واحد الحاجة طولت بزاف ماشي بسألة دي شهر أو شهرين او حتى ولكن تيجمعتي شوية الفلو أني كتجي وحد الفترة كتطول فانت كتتكل الدق بزاف كيجي وحد النار اللي غادي تقدر تنفازر هنا في الحالة هدي خاص دروري تدخل ديال الدولة دروري تدخل ديال الحكومة أن توجد وحد الحل يعني استعجالي ديال كما كيتسمى الرعاية الاجتماعية والتعطى للناس وحد المبالي المالية اللي قدروا يعيشوا بها مؤقتا حتى نشوف البديل حتى تدر الاتفاقيات مع إسبانيا حتى نشوفوا شنو الهدف أصلا اللي بغات المغرب من هاد الغلق ديال الحدودين وأصلا ما شيف من صلاحة المغرب أن أن الناس اللي كانوا خدامين تما يتحبسوا لأن هادو كنتي كانوا خدامين تما سواء اللي في ميليا واللي في سبتاء كانوا كيدخلوا العملة الصعبة وذب الصح وكانوا هزين عائلات لذب الصح يعني مشي كدوب يعني الناس كانوا كتجيب ألف أورو في شهر ولا سبعمية ولا ثمانمية وكتدخل للبلاد وكتصرفها في البلاد يعني كتصرف له صحيحة شأن هادو النس هادو وشأن دي الجالية المغربية بأوروبا ولا بالعالم صفة عامة أن الجالية المغربية حنا معروف أنه كتصيفة عملة صعبة قوية واللي قتوقف اقتصاد ديالبلاد وحد نسبة كبيرة وكتسهم يعني اللسان ديال الإحصائيات يعني من خارجها من عند الحكومة بأن وحد المبلغ مهم العملة الصعبة اللي ما قداش نقول لكم يعني كل عام يعني بشحال ما قداش نقول لكم أن المبلغ بالضبط اللي كي يساهم بوحد درجة كبيرة في تنمية الاقتصاد ديالبلاد وهذا مسألة لا غبارة عليها إذن الحال ديال أورو النس اللي في العالم مع الناس اللي خدامين في سبتة أمنيليا احتوى مخصوم يخدموا واجهر خدمة ديالهم ويددال لهم وحد الحال ديالهم وهذا شي اللي بغيت نقول وهذا هو اللي خصوة يددار إن لماذا تدرش هاتش هذا أو لم يكن شي وحد الحال استعجالي فالوضع غادي يزيد أكتر كاريتة الناس غادي بقاوا ينتحروا الناس يعني المشاكل العائلي يكترس بزاف طلعا كتر بزاف الأزمة يعني راها المشكلة راها بنيك أخوه المعيدة راها بني ممكن بقاش يعرف اللي خلقه إما أخي نطي يعني هيدا العلاقات الزوجية أو لراها الصغف الله يا رب اللي خلق القرى ما كيبقاش يعقل اللي مكي يجوع الإنسان مخصوش يوصل لك الدرجة أنه يجوع لأنه إحنا في البلاد الحمد لله مش بلد ديال المجاعة إذن خاص للحكومة تدير واحد الالتفاة لهذه النس هدو عاجلا وليس آجلا وتشوف هاد الميلة فهذا كيف يجدر طويه باش مكترش لهم لأنه إحنا إسبانيا حتى هي كتكتب مقالات في هذا الباب هذا واللي ما بغيناهم شي ضحكوا علينا هاتش اللي بغيت نوصل بهذا الميساج هذا كانت منى أن الميساج يوصل لأنه عارف أنه كيتابعونا يعني كيتابعونا كيعرفونا يعني شنو الأخبار ديالنا هنا في إسبانيا فإحنا كانوا وصلوا الميساج سواء هنا في إسبانيا أو للمغرب كانت منى أن الميساج يوصل للبلاد ودر شحل عجل تحياتي لكم محبين قناة كريم كاسري كان هذا هو الرأي ديلي شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء في فيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته